إذا كنت مهتم بالهجرة العشوائية لهذا العام وحاب تعرف كل التفاصيل للتقديم والمعلومات المطلوة أو إذا كنتم من الفائزين وحابين تعرفوا معلومات حول النشرة الشهرية فهذا الفيديو ليك تابعني حتى النهاية وإذا كنت أول مرة تشاهد قناتي اعمل اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد حول الهجرة والسفر حول العالم مرحبا أصدقائي من جديد تعتبر القرى العشوائية من أهم الفرص للهجرة إلى أمريكا ومن أسهل برامج الهجرة حول العالم وعندها مميزات بزاف فهي تأشيرة الهجرة تسمح لك بالعقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد خمس سنوات تؤهلك للحصول على الجنسية الأمريكية ويتم اختيار خمسة وخمسين ألف فائز كل سنة حول العالم بالنسبة للاختيار يكون عشوائي يعني إذا لم تتحصل عليها في الأعوام السابقة لا تفشل عسى هذا العام تكون فرصتك بإذن الله لكن ركزوا أن تقدموا معلوماتكم بشكل صحيح عند التقديم وكذلك الصورة يجب أن تكون موافقة للمواصفات المطلوبة لأن إذا فزت ما تتعرضش للإقصاء بسبب المعلومات الخاطئة أما التقديم يكون مجاني في الموقع الرسمي فاهذروا من النسب يمكنكم التقديم بأنفسكم من هذا الموقع dvprogram.state.gov وهو الموقع الرسمي والوحيد اللي تقدروا تقدموا منه وبأنفسكم وأنا رح نعمل فيديوهات عن طريقة تقديم الصحيحة لتجنب الأخطاء لهذه السنة وكذلك يوجد فيديوهات في القناة عن طريقة تقديم بالنسبة للعام الماضي إذا أردتم الإطلاع عليها والآن رح نشرح كل ما يتعلق باللوتري 2023-2024-2025 بالنسبة للوتري 2023 فالمقابلات انتهت يوم 7 سبتمبر وذلك بانتهاء عدد التأشيرات المتاحة أما اللوتري 2024 طلعت نشرتين نشرت شهر أكتوبر ونشرت شهر نوفمبر والآن نشرح بشكل سريع عن هذه النشارات أما إذا كنتم تريدون معرفة التفاصيل أنا كنت شرحت بالتفاصيل عن النشارات الشهرية أو الفيزا بلطن في الفيديو الذي يظهر أمامكم الآن في أعلى الشاشة شاهدوه كذلك فيديو مهم جدا والآن أول ما ندخل للموقع اللي رح أخليكم رابطه في التعليق المثبت تجدون النشارات هنا نبدأ بنشرة شهر أكتوبر والآن كما تشاهدون أمامكم إفريقيا عشرة آلاف معدة إكسابت ألجيريا أو الجزائر سبعة آلاف وخمسمية مصر خمسة آلاف وخمسمية المغرب خمسة آلاف وستمائة ثم عندنا آسيا ألفين معدة إيران ألف وسبعمائة وخمسين نيبال ألف وثلاثمائة ثم عندنا أوروبا ربعة آلاف وخمسمائة معدة روسيا أربعة آلاف واربعمائة ويوس باكستان ألف ومائة وخمسين والآن نأتي لنشرة شهر نوفمبر لدينا إفريقيا عشرة آلاف معدة الجزائر سبعة آلاف وخمسمائة مصر خمسة آلاف وخمسمائة المغرب خمسة آلاف وستمائة ثم لدينا آسيا ألفين وثلاثمائة معدة إيران ألفين ومائتين ثم نيبال ألف وثلاثمائة بعدها لدينا أوروبا خمسة آلاف معدة روسيا ربعة آلاف وسبعمائة وخمسون وأسباكستان ألف ومائتين وخمسون فاللي رقمه وصلت ليه النشرة يراقب الإيميل ويحضر نفسه ويشوف الفيديو الخاص بخطوات ما بعد الفوز اللي كنت شرحت فيه كل التفاصيل واللي يظهر أمامكم على الشاشة والآن لوتري الفين وخمسة وعشرون التقديم رح يبدأ يوم أربعة أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين إلى غاية ثمانية نوفمبر الفين وثلاثة وعشرين وتسمى بلوتري الفين وخمسة وعشرين لأنه التقديم لها يكون في أكتوبر الفين وثلاثة وعشرين والنتيجة تظهر في ماي الفين واربعة وعشرين أما التأشيرة والسفر يكون في نهاية سنة الفين وخمسة وعشرين بالنسبة للتقديم على الموقع في البداية رح يكون فيه ضغط نوعا ما وهذا شيء طبيعي لأنه التقديم لكل أنحاء العالم بعد الأيام الأولى رح يكون عادي وطبعا لا يوجد فرق أنك تقدم في الأسبوع الأول أو الثاني لكن جهزوا الصورة ولازم تكون وطابقة للمعايير وإذا كنت متزوج قدم أنت والزوجة بشتزيد حظوظكم أكثر كذلك معلوماتكم حاولوا تحطوها بشكل صحيح وأكيد رح تكون فيديوهات أخرى في القناة اعملوا لايك للفيديو ومتابعة للغناة ليصلكم كل جديد عن الهجرة والسفر وكذلك العمل في الخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر